لعنة استفقات الجديدة واستمرار النتائج السلبية الزمالك بيفاجئ الكل بخسارة مثيرة قدام الجونة ايه اللي بيحصل في ميت عقبة الزمالك بيوجه صدمة جديدة لجماهيره بعدما فاجئ الكل وخسر في مباراة الجونة في الدوري على الرغم من ان الجماهير كانت حطة امل كبير على تجاوز مباراة القمة وعودة الزمالك مرة تانية للانتصارات لسبب استفقات الجديدة اللي عملها الفارس الابيض وتحت قيادة المدير الفن الجديد جوزي جوميزا الزمالك تأخر قدام الجونة في المباراة لكن قدر يرجع مرة تانية مش بس كده لكن كمان تقدم على الجونة في الشوط التاني وضيع اكتر من فرصة لكن في مفاجأة مسيرة قدر الجونة انه يتعادل وكمان يتقدم في مباراة كانت صدمة كبيرة للجماهير البيضاء الزمالك شارك في المباراة بكل النجومية وعلى الرغم من الصفقات الجديدة اللي عملها النادي واللي وصلت لأكتر من عشر صفقات لكن بيواصل الزمالك تأديم مستوى محير للجماهير خصوصا انه لسه خارج من خسارة مثيرة قدام النادي الاهلي في نهائي كاس مصرة على الرغم من تأديمه لأداء جيد في المباراة بحسب التقارير قالت ان الإدارة بتدرس معاقبة اللاعبين وانها يتم خصمة من مستحقتهم بسبب الخسائر المتتلية للفريق مش بس كده لكن كمان عدم أداء الصفقات الجديدة للمطلوب منهم ومش بس كده لكن كمان جماهير القلعة البيضاء وجهت انتقادات كبيرة لعبدالله السعيد نجم الزمالك المنتقل للفريق خصوصا ان الحد دلوقتي ما قدمش حاجة مع زمالك على الرغم من استخب الكبير اللي كان على الصفقة جمز اتكلم عن المباراة وقال ان مشواره مع الفارس الابيض للسطويل وانه لسه بيتعرف على اللاعبين وبيحاول انه يحفظهم طريقة اللعب مش بس كده لكن كمان ان الهزيمة من الجونة مش آخر المطاف ولسه قدامه كتير اللي يقدمه لللاعبين لكن على الجانب التاني بحسب التقارير ان شيكابالا وجه لهم كبير لللاعب الزمالك بسبب التفريط في الفوز وده نفس اللي حصل في مباراة القمة وهل لهم مش كل شوية نلعبه في الاخر المجهود يروح لازم نكسب الجماهير بيتيجوا عاوزة تشوف الفريق بيكسب كمان كشفت عدد من التقارير عن مفاجأة مدوية وقالت ان جوميز ناوي يعمل تعديلات على تشكيل الزمالك في المواجهات الجاية وانها يكون في استبعاد لعبدالله سعيد بسبب عدم تقديمه للمستوى المطلوب ولسه ما اقنعش جوميز وكمان من المفاجآت انها يكون فيه ادوار مختلفة الشيكة وهيقتصر على المشاركة في الشوط التاني في المباراة هزيمة الزمالك من الجونة فتحت باب التساؤلات للجماهير وانه واضح ان فيه لعنة للصفقات الجديدة على الرغم ان الجماهير كانت بالطالب الادارة بعمل اكتر من صفقة لتعويض الازمات اللي دخل فيها الفريق في الفترة اللي فاتت اشتركوا في القناة